إبريل ومايو ويونيو كانت هذه الأشهر الثلاثة جحيماً على الأطفال في اليمن ذلك ما خلص إليه تقرير أعدته منظمة سام للحقوق والحريات التي قالت إنها رصدت ما يقارب مئة وسبعة انتهاكات بحق الأطفال خلال الفترة من واحد إبريل وحتى العاشر من يونيو الجاري المنظمة قالت إن الانتهاكات تنوعت بين انتهاكات بحق الحياة والسلامة الجسدية والاعتقال التعصفي والإخفاء القسري أما أماكن الانتهاكات فقد توزعت بين تعز وصنعاء والحديدة والضالع كان نصيب التحالف من انتهاكات الأطفال 29 طفلاً إما قتلوا أو أصيبوا نتيجة القصف الجو الذي استهدف عدداً من المحافظات خلال الفترة المذكورة سابقاً أما نصيب الميليشيا فقد كان 51 طفلاً في محافظة تعز التي شهدت مقتل 20 طفلاً بينهم أربعة أطفال خلال إجازة العيد أما بقية الرقم فقد أصيب معظمهم بشضايا القصف المدفع الذي تشنه الميليشيا على الأحياء السكنية في مدينة تعز وأريافها المنظمة اختتمت تقريرها بدعوة المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية إلى إدانة هذه الجرائم وإظهارها للعالم واتخاذ مواقف جادة وقوية ضد مرتكبيها